اعود مرة اخرى في موضوع الفحص الطوعي من شرح اكثر ادق ناخذ من الشخص قطرة دم هنا ثم نضع القطرة الدم في هذا المكان المخصص ونضيف عليه هذا المحلول قطرة واحدة فيتغيرش من خط زين اذا كان طلع خط واحد انا عنده هنا موجود حتى ممكن مرره عليكم ماشي منع سعود بتلاحظوا هني عندنا عندنا الناس مصابين اش رحنا خط واحد اذا طلع خط واحد هذا غير مصاب ما بقولكم السي والتي وهذا زين اذا طلع بنتكلم لامور العادية اذا طلع عنده خطين مثل هذا الشخص هذا عنده خطين هذا مصاب مش ربنا اني مصاب هذا مصاب هذا غير مصاب خط واحد في خلال اقل عن خمس دقائق بكل سرية متوفر في وزارة الصحة في المحافظات ما في اللي مش تشفيه هذا خطين لو تلاحظوا هذا خطين هذا خط واحد شوف اتلاحها تولانيس شوف هون لانيس هذا واحد خط وهذا خط وهذا خط واحد فهذا الخطوط الموجودة يمكن مرره عندكم الاخ سعود من احد الممرضين عندنا في ازكي كزاء الله خير عاد ما نقول اني هالا الانسان اللي وطلع عنده خطين انه مصاب لا لابد ان ناخذ عنده من الوريد والرسله ونفحصه عدة مرات عشان تتأكد ان هذا الشخص مصاب لكن اقولكم امانة هذا يعني قراءته وانا قربته يعني عدة مرات غير ان الشركة المصنعة قربت يعني قراءة اكثر عن تسعين في المية صح صح يعني ان احنا هذا مجرب عندنا فسهل جدا جدا الشخص يعني اي شخص بلغو يعني سبحان الله انا في شباب تساعدوا معانا يا ابو شباب موسوسين وشي ناس في انا اذكر ان قصة ان ابنت يعني ست سنوات تريد تتزوج لاني متعلمة لكن يا ليت كان وقولها قلت له بعد وقلت له بقوله بحضر يا ليت علمي صخرتها في طاعة الله سبحانه وتعالى والخوف منه زين ست سنوات بتتزوج وما قادرة لاني ضحك عليه شاب زمن الكلية قالها انا بتزوجك ما عيد هذا ما عيد هو ريال عرب قبائل وهي بنت عرب قبائلة الله يسمحه يسهل امركم لكن العيد انه يقول والله صدقوني ما اريد اقول ما اريد اكلم لكن اراويق بان يوصل الوضع يعني يقول اريد اجربك وهذه كالنتيجة تكتشف انه عنده نفس الموال مع بنات اخرى اخر يعني هذا هو هذا الموضوع يعني اللي اش اسمه اللي يحرغ القلب يعني بصراحة امانة هي شي هو سيارة بجربها مشترة سيارة مع الزيد وعمر هذا امرأة لها قرامتها وقات خايفانة عنه وفحصتها ووجدت غير مصابة قلت يا بنت روح تزوجك وتوب الى الله سبحانه وتعالى قالت انا خلاص تايب الى الله سبحانه وتعالى بعض الاحيان يتسرعها البنات لأسف الشديد والاخوان يتسرعوا بس يشوفون شي وحدة جميلة كده قال بس هني الدنيا ما تحيد لعلها مصابة او لعلها مصاب مثل هذا الشاب اللي اتصل يقول والله ما تفكر ان هذا الشخص هذا وهذه البنت مصابة لا يقول لي والله انا والله شيء شباب يقولوا نحن ترى ما نختار اي من هب ودب نحن نختار ناس او بنات سامحون في الكلام كده قوامها كده ما ادروا ايش كده مواصفاتها خمسين جوم ليدي ما يعرف هذا الامر